إن كان القميص مقطوع من قدام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين دي مسألة زي ما كده النيابة بتقوم بتحقيقات وتاخد بعض الملابسات وتحللها بعض المواقف وتحللها أو ده برضك تحليل كأن هنا فيه فعلا شخص بيحلل الموقف طب نبص القميص ده معطوع منين القميص وقصة سيدنا يوسف يعني عجيبة يعني يمكن سيدنا موسى قصته مع البحر من أول ما ألقته أمه في البحر في اليمن وبرضك ربنا نجه في البحر وأهلك فرعون في البحر وسيدنا يوسف قصته في القميص كلها من أولها جاءوا على قميصه بدم كذب وبعدين اذهبوا بقميصه هذا فألقوه على وجهه أبي يأتي بصيرة وبعدين الشاهد قال إن كان قميصه قد من المسألة كلها قيمة بالإيب على القميص طيب يعني لما بص عزيز مصر جوز المرأة دي بص لقى القميص إيه؟ معطوع منين؟ فبص المرأة وقال له إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم هذا الشخص هذا الإنسان بريء وإنت المتهمة طب مدام جوزه قال ده بريء وإنت المتهمة وربنا أثبت برأته بقوي كذلك اللي نصرف عنه وما قالش كذلك اللي نصرفه عن السوء تالت شيء شهادة المرأة نفسها لما قالت أنا راوتته عن نفسه فاستعصم ولقد راوته عن نفسه فاستعصم وقالت في الآخر الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه الآن حصحص الحق أنا اللي عملت كذلك أنا اللي ايه؟ أنا راوته عن نفسه هدي كم شهادة بقى وشاهدة شاهدهم من أهلها إن كان قميصه وجوزها كمان قال لها أنت استغفر لي لذنبك والتالت حاجة ودي الأهم شهادة يعني ليس بعد الإقرار شيء الإقرار لما بقولوا الإقرار السيد الأدلة باعتبار إن المتهم نفسه يثبت الواقعة يثبت لإيه؟ المتهم ما أنكرهاش بيثبتها يبقى خلاص ما نطلبش لشهود ولا نطلب بيّنه مدام ده أقر بإنه هو عمل كده الآن حصحص الحق وبتقول إيه؟ ذلك ليعلم أي يوسف أني لم أخنه بالغايب يعني هو دلوقتي غايب بس أنا بقول الحقيقة إن أنا اللي عملت كده بعد ده كله ييجي المفسد يقول لك هم بيها طيب هم بيها إزاي؟ وما الماء معنى قوليه واستبق الباب وكلمة الهم دي كلمة الهم هل بالضرورة إن الهم يتعلق بالرزيلة دي بس؟ هل بالضرورة؟ الهم يتعلق بأي حاجة؟ هم إن يهرب هم إن يدفع مثلاً هم بأي شيء وحتى الاشتراك في الفعل يعني زي ما بقول الشاعر بإيه؟ وشيت ثوباً وإن كلمة الواشي ممكن تطلق بمعنى إيه؟ التطريز اللي بيكون في الثياب التطريز دي اسمه واشيء والواشي أيضاً بمعنى الكذب خلاص؟ فالشاعر بيقول وشيت ثوباً وإن العاذلين وشوا في القول فانظر إلى وشي ووشيهم وشيت ثوباً وإن العاذلين وشوا في القول فانظر إلى وشي بص الواشي بتاعي تطريز وتجميل وهم الواشي بتاعهم كذبوا تضليل كذبوا تضليل شتان فلا يمكن أبداً أن يستوي الهم من يوسف مع الهم من امرأة العزيز أبداً لأنه ده إنسان يكفي إن النبي صلى الله عليه وسلم عطاله وصف يتناسب مع العصمة لما سوء قال لهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكرم لا يتناسب إلا مع العفة والصيانة مش كده كريم لم تدنسه الدناءات لم تدنسه الدناءات